السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اخيرا جزلنا الجروب بتاع اصحاب البلد على الفيسبوك. وهو الناس اللي هم على اليوتيوب اللي عوزين يشاركوا فيه لازم يشتركوا في الفيسبوك. انا معرفش في وسائل تواصل اجتماعية تانية ممكن بنعمل عليها جروبات ولا لأ زي عشان انا ما عنديش خبرة يعني غير في الفيسبوك بس. فلو موجود هننزل على هذه الجروبات. الغرض الاصلي من الجروب ده هو الانتشار ومعرفة بعضنا البعض. ونبتدي نمارس نوع من انواع المشاركة الفعلية. هنشوف احنا قدها او لا احنا طبعا قدها. احنا طبعا قدها. مجرد ان اي واحد بيطلب الانضمام للجروب بنقبل الانضمام باي حاجة مالاش علاقة بيه بنقبل على طول. وهو بينزل هي بس البوستات هي اللي بتبقى لازم نقبلها. لان طبعا ممكن واحد ينزل بوستات يعني خادشة للحياة او واحد يخش مجرد الفاظ وكده او كلام فارغ يعني. الحمد لله احنا برغم ان احنا ما عملناش دعاية خالص بس الحمد لله ناس كتير عملت تشترك في الجروب وهو اسمه اصحاب البلد. في مشكلة عندنا في تحميله او في النشر يعني انا حاولت انزله كذا مرة وحتى طلبت من الصديق لي قد من على الجروب برضو انه ينزله فهو بيوصل لناس قليلة قوي. لكن هينتشر هينتشر ان شاء الله بازن الله يعني. نرحب بكل رأيكم احنا قلنا اي واحد عاوز يقول رأي مؤيد او معارض يقوله بصرف النظر او تحت التلات شروط طبعا بينا حفظينهم اللي هو لا لازدراء الاديان لا خروج على الاداب العامة لا للاقصاء وعلى حس الاقصاء برضو في واحد صديق اللي يعني صديق طبعا كويس او محترم يعني وانا والله ما قصد ان انا يعني انتقد ولا حاجة يعني انا بس يعني ايه من باب ان احنا بنذكر بعض في ان الذكره تنفع المؤمنين اه هو قال لي ان اه اه الحركة بتاعة قادرون اه وقعت خلاص او انتهت او حاجة زي كده يعني اه فهو ما بدايا ان هي ما وقعتش خالص حركة قادرون هو الفكرة كلها ان في ناس مشوا وانا اعتقد ان نضم مصلحة الحركة لان اه الناس دي كانت محسوبة على النخب القديمة اللي كانت موجودة فانا مليش طبعا ان انا اتدخل هم احرار مع نفسهم بس انا بقول ان دي انا شايف ان ايه حاجة في صلاحهم وان اعضاء الحركة مفروض ان هم عندهم عزيمة وانا كانوا بيعملوا حاجة للبلد مهما اختلفنا في الافكار او في الرؤى بس يكفي ان هم في فترة سيارة ناس كتير او يعرفتهم اه ما كانوش مدعمين غير بمجهودهم هم هم اللي كانوا بيدعب يحاولوا يوصلوا اه اختلفت اتبعاهم طبعا في حاجات كتير من ضمنها ان انا كنت شايف ان عندهم شيء من الاخصاء وانا مش عاوز ان احنا نتفق يعني احنا طريقين مختلفين شوية يعني يعني هم مثلا بيذكروا الانتخابات انا ما فيه انا السكة اللي انا ماشي فيها ملاش اي علاقة خالص باي جهة رسمية انا وما فيش اي خطوة هتتعامل حتى الاتصال بجهات خارجية او كده قبل ما يكون فيه حاضنة شعبية او ده ان انا باحلم بيه ان انا اكونه اه وهم اواخدين طريقة تانية بس اعتقد ان هم مخلصين فوجود هذه الحركات وتعددها كويس جدا حاجة بتفيد كل على الاقل هم بيوعوا ناس انا مش بعرف اوصل لهم وانا بوعي فهو احنا عمرنا ما كنا فيه تنافس وانا يعني يعني من غير طبعا ما اتدخل فيهم ما اتدخل يعني في شؤونه وخالص انا يعني استريعت من خروج بعض الناس المحسوبة على النخب اللي وديتنا في ستين دهية من عندهم واتمنى زي ما انا احنا بنراجع نفسنا ان كل برضو حركة مش عيب خالص نراجع نفسها وتشوف هل يطور الناس اللي بينتقدونا بفيه ده صح والله غلط وانا كنت طلبت تليفون حد والله عشان اتصل به ويعني مش عشان خلط الننصة يعني احنا مجالات التعاون انا اعتقد مش كبيرة يعني ان احنا لكن احنا اتمنى كل نجاح هم بيحققوه فيبقى كويس حاجة كويسة مش رعش يعني كل نجاح بيقارف يحققوه حاجة كويسة احنا ماشيين في في نفس ال الهدف ولكن بقى سليب مختلفة مختلفة اا اا يعني ارجو ان كل واحد انا والحركة عندنا والحركة عندهم واي حركة تلت هي راجع نفسه شوية هل فعلا هو محتاج تطوير ولا لأ بس يعني هما ما قعوش ولا حال خالص واللي انا شايف ان هما هيستمروا احسن كبان الاول يعني. دورك انت لما عشان الفيديو ده انا هنزله هنا وفي الفيسبوك لما انت هتشترك والعدد الحمد لله كبير انا اتمنى يعني ان يستمر. دورك ان انت تبقى اول حاجة لازم ان تجرد من نحي الشخصية خالص ما تبقاش عصبي ما تبقاش متخانن في حد متهدك فمش ينزل لك المنشورات بتاعتك. لازم نعرف هدفنا الاول هو نشر الفكرة. دورك اكتر ما هو الصفحة هو بر الصفحة. دورك اكبر بر الصفحة. لما بتبقى عدو بتبعت لكل الناس ودي اهم حاجة لكل اعضاء الجروب بتبعت لهم. انا الصحابك اللي هم مش اعضاء الجروب بتبعت لهم دعوات بتقنع الناس اللي محتاجة ان هي تقتنع. لازم يكون فيه ان شاء الله بازن الله لجروب اصحاب البلد ده صوت بيتعمل. احنا كادمنز يعني مش كلنا تواجد كبير. مفيش بوست ما بتقريش عندكو بدليل ان مفيش بوست هينزل غير لما ياخد موافقة. ارجو يا جماعة للبعد عن الفيديوهات الطويلة عشان احنا نفسنا مش نعمل فيديوهات طويلة ولا حاجة احنا نعمل فيديوهات قصيرة يعني حتى الفيديوهات اللي انا بقدمها على اليوتيوب لو كانت طويلة مش هنزلها. آآ غير لو في هدف يعني غير لو في حاجة مهمة يعني. آآ لان انا لان احنا لازم نسمع كل الفيديو. فيعني لو عندك حاجة قصيرة عاوز تعملها بيت بحاجة قويسة. نرحب بالمبدعين. احنا مش منتظرين قبل اسبوع اي ابداع قالص. احنا منتظرين في الاسبوع ده. عمل اداري بحث لتحسين آآ الجروب. وتحسين الملاحظات اللي فيه. يعني النهاردة مثلا انا مشاكت بحاجة ولا اي حد من الادمن. من الادمنز. خالص. احنا بس مجرد ان احنا بنتلقى. نتمنى نخلص نيتنا لربنا. احنا يا جماعة عندي وربنا يعلم ان انا صادق. يعني ان شاء الله. باذن الله يعني صادق بها حقيقة مش زي انا صادق قوي قوي قوي. لا ان شاء الله باذن الله يعني اكون صادق واكون يعني ربنا يخلص نيتي. نلاقي انا من الناس نعرف الطريق ده. كيف نكون حاضنة شعبية مستقلة? كيف ناخذ كل القرار بنا وبن بعضنا نبقى فاهمينه? لما نيجي نقول في وقت من الاوقات هننزل? نبقى عارفين هننزل ليه? نبقى عارفين هنعمل ايه? ونبقى عارفين ازاي ندفع عن نفسنا? ونبقى عارفين ازاي نردع اي حد انه يهاجمنا? ويبقى اللي بيهاجمنا ده عارف من الاول لو هاجمنا هيعمل ايه? هنبقى لما نبقى على استعداد لكده وده مش وار طويل اوي 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 ممكن انا مالحقوش. على الالة هنلاقي ناس تلحق. ممكن انا مالحقوش يعني في الاخر لكن هنلاقي ناس تكمل. وتفخر بنفسك ان انت حاولت. لكن احنا يا جماعة كنا مسلمين امرنا الناس ومنتظرين منهم يعملوا حاجة طولت اوي اوي. طولت اوي. مبتدر موضوع مساس بكل ما هو مقدس وكل ما هو غالي وكل ما هو يمس الكرامة. لحد امتى? لحد امتى? اشوفكم ان شاء الله باذن الله تعالى على خير. والدعوة عامة لكل حر. يعترف في مصر او غير مصر في اي دولة. ياخي حتى لو مش عربي ولو مش مسلم اصلا. وحاسس ان فكرة اصحاب البلد دي تخصه وتهمه ده هو على رأسنا من فوق. اول خطوة يعني يمكن جدة في محاولة النشر. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يعني يساعدنا فيها لان احنا لن نجد اي وسيلة للمساعدة غير من ربنا سبحانه وتعالى. بينما كل الاسباب بتاعة البشر انقطعت عنها. وده شيء والله مسبب لي سعادة كبيرة قوي قوي قوي. ان هذا الجروب ان شاء الله باذن الله هزيل حملة وهزيل قطوات اللي بديتها الوثيقة. لكن بعد كده هنخش في عندنا افكار حملات لا تنتهي. لو انت مركز في قضية. مش هتوقع تدور على قضايا. انت بتبقى عارف انت رح تعمل ايه. مش انا يعني اي واحد. انا او غيري. مركز وعنده قضية. عندنا قضايا كتير قوي. نخلي فيه احراك. دائم. ويلتف حوالي الناس اكتر. عاوز تنتقد خش انتقد. ولو حد انتقد الحملة هنزل له البوست بتاعه. بس ينتقد. ما سنبلش. ينتقد بادب وينتقد بموضوعية. يعني ما يجيش يقول لي مثلا ايه. انتم اه جواسيس. هاشيلك. لا اقول لي انتم جواسيس عشان واحد اتنين ثلاثة. سيبك. ونقشك. صح? طيب. اه هتجي تقول لي مثلا انتم مرتزقة. اه هاشيلك. لكن لما تقول انتم مرتزقة مين وتحاول تجيبلي فلوس. احطك طبعا. ممكن احطك ادمن. طيب. نشوفكم ان شاء الله بازن تعالى على خير.